معنا سؤال هل صحيح أن كثرة الحلف بالله في البيع والشراء يعني سواء صادقا أو كاذبا تزول معه البركة نعم وهذا وارد في الحديث الصحيح كما ورد في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الحلف منفقة للسلعة ممحقة للربح صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم معنى منفقة للسلعة إنها إنك لما بتقعد تحلف كده أنت بتروج للسلعة بتاعتك عشان تتباع والناس في الغالب بتصدق وبتروح فهي فعلا بتنفق يعني بتزيد عملية البيع معاه وممحقة هي فعلا بتزيد عملية البيع وفي نفس الوقت هي ممحقة أي مذهبة للبركة في ربحها ورد أيضا في صحيح الإمامي مسلم عن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إياكم إياكم وكثرة الحلف في البيع فإنه ينفق ثم يمحق يعني السلعة تتباع وكل حاجة لكنه يمحق البركة معاه فأفاد هذين الحديثين التحذير من أنه البايع يعود يكتر من الحلف يحلف كتير في عملية البيع والشراء لأنه بيجعل السلعة العملية الحلف بيروج لعملية البيع وبيتم بيعها بسرعة لكن الحقيقة إن ده بتمحق معه أو تمحق معه البركة لاحقا وسواء في ذلك اليمين الصادق أو الكاذب الحديث عام سواء في ذلك اليمين الصادق أو الكاذب والكاذب أشد وأبلغ في التحريم والمنع يعني النهار ده أنت بتبيع سلع وقاعد تحلف وحلفك ده صادق الحديث جاي فيه برضه بتمحق معاه البركة طب ده أنا كاذب أشد حرمة وأشد جرما في حق ذلك البايع هو المراد من الحديثين اللي بيوجهوا الأهل الجماعة اللي بيبيعوا إنهم ما يستعملوش الحلف أثناء عملية البيع تنزيه جانب الحق سبحانه وتعالى وجل شأنه وتقدست أسماء وعن الذكر في هذا الموطن أنت واقف تبيع وتعد تحلف وتعمل سواء صادق أو كاذب لا يجوز فالحلف الصادق بالله عند البيع والشراء فيه إقهام لإسم رب العزة جل وعلا في أمر يعني لا يليق من متاع الدنيا أنت بتبيع سلع وتقحم اسم الله فيها وكما إنها بتذهب أو بتذهب معها مهابة الحلف أما إذا كان الحلف اللي بيحلف دا قاعد يبيع للناس وبيحلف كذب كمان يعني هو بيحلف وبيحلف كاذب فإن الذنب يكون عظيما عند الرب لأنه بيجمع ما بين إسمين بين الكذب وبين استغلال إسم الله لتحقيق مكاسب دنيوية فنسأل الله سبحانه وتعالى السلامة والتوفيق لما يحب ربنا ويرضى ويرضى